اشتركوا في القناة 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 تضع جفنة تخلطي فيها هنا يا بوكا نبدأ نزيد عليها المدافئ غب بالعقل والرون والجينة الى خصنا لما نزيدو المهمة هذا البول راح يكفيني نوما بسم الله تخليها جارية في الول ما يجارية ما هي يابسة تخليها نحن نخلقها من الجينة في الباباها نحن نزيد الملح لم أخذتكم هذا هو الزيت الملح زوج مغارف نضيف الملح النزيد عليها الماء نضيف الملح نضيف الملح اضع الملح يزيد بالمرأة ونضيب البناء هذا الملح الملح في الجين هنا لدي الملح ونضغط البناء كاملا يجب أن نضب البناء هذه البناء يحتاج لجينة الوضع ونقوم بكس في تركتها نقوم بتضيفتها كل ما يدخل الهلمة نضيفتها قليلا تحتاجها نضيفتها نضيفتها سوف اضرتك و اضرب الوقت و سوف اضرب الوقت بحضر الكثير و شوائق سوف ترطب لك نجعلها حتى يتخمر نعود ونرى ونرى مع ضعف نكمل ندلكها 1-5 دقايق ونضعها في البورد نغطيها بلاستيك ملهنها ملفوك بالزيت وبعد نرى ونرى مع ضعف سوف نضعها في الحجم سوف نضعها الساشي ونضعها الخمور نضعها في الماء ونضعها مع ضعف بسم الله طلعت معنا ما شاء الله يجب أن نضعها ونضعها في البورد ونضعها بجئة ونضعها ونضعها هذا الخبز العشو الخضر في السنوة فقط السنوة نضع لفورد وقال نضع لفورد وكما تقلزه يجب أن الخبز الي امر ايضا اضع ايضا او المتخدم ليس اتقل المتجمع 1 دقائق الي افترض نقسم هذه الأجينة على زوج خبزات نقسم هذه الأجينة على زوج خبزات نقسم هذه الملاحظة نقسم هذه الأجينة على زوج خبزات نضعها هنا في البلاح ونزيد الخبزة الدوزيان نضع الخبزة كبيرة ونضعها في البلاح بعد أن تفتح المثمات نضع الجميلة نفتح هذا السمك نضع الكثير من الجميلة ثاني انا هنا نخليه يريح واحد العشرة دقايق ولا حتى يضعف ولي يدوب لي الفوليوم نشعل الفور نشعله يسخن بخمسة دقايق بعد ان نقص له ونخليه شعل ملفوق وملتحت وندخلها الطيب ما تدين نشط طياب نغطيهم هنا ونخليهم يخمروا ونخليهم يخمروا وندخلهم وندخلهم للفور وبعد ان نشوفهم نضعب به ان شاء الله هيا لكم الخبزة نارة هو جدره السخون هنا نخليه يريح ونقص معكم ونشوفوه كيف جاء من الداخل نخليه يريح ونشوفوه في شكله نهائي هنا نلحقنا نهاية الفيديو مع الوصفة تعنا من نهار اليوم خبز سميد وفارينا هذا هو شكل النهائي تعوه ان شاء الله تعجبكم الوصفة وتسيوها في ديوركم هكذا تخفو الاروحكم شوية من الماكلة عبره ان شاء الله نتلاقا في فيديو اخر ان شاء الله مع السلامة اشتركوا في القناة